ما خش بقى في الحوار والتفاصيل والكرة عايز سألك على اللقطات اللي كنا بنزعها دلوقت دي وانا بشوف اللقطات دي طول الوقت لما بنسترجع الحاجات دي بنشوف كرة قدم حلوة قوي بنشوف مواهب كتيرة قوي وكل واحد كان بيلعب في الأجيال دي هو موهبة في حد ذاتها يعني ما كانش تقول مثلا إيه فرقة النادي الأهلي فيها لعب أو اتنين لا فرقة النادي الأهلي في كل اللعبة مواهب عظيمة جدا وفي رأي تاني يقولك والله الكرة زمان كانت أسهل ودلوقت أصعب فعشان كده ما بنشوفش المواهب دي لا أنا ما عنه الكرة زمان كانت حلوة قوي والمواهب كانت كتير عكس دلوقتي المواهب قلت أي نعم الطرق الدفاعية زادت شوية وكمية الجري زادت شوية النواحي البدنية ولكن المواهب قلت ليه حقيقة ليه أنا عايف من السؤال الفلسفة هو عميق شوية وفيه تفاصيل كتيرة بس ليه المواهب تقل لأن على أيامنا زمان بدايتنا دايما قبل النادي كنا بنلعب كرة قدام البيت في الشارع كان فيه أماكن أنك تلعب فيها في المدرسة كنا بنلعب فيها أنا فاكر في المدرسة كانت ماتشات جمدة جدا وقوية جدا فكل الكلام ده بقاش موجود دلوقتي فمن قطر اللعب ومن قطر المزولة كان فيه مواهب كتيرة وهي أجيال أجيال بتسلم بعض وسيبك من الجيل بتاعنا يعني لو رجينا للجيل بتاع أبو تريكا اللي هم 2006 و2008 و2010 قرنوا بالجيل اللي دلوقتي صح هتلاقي لا المواهب كانت أكتر في 2006 و2008 و2010 الجيل بتاع أبو تريكا هو الجمعة فالأمور ماشية في صعوبة شوية أيوة وده محتاج تخطيط جامد جدا حيلو دي بداية حيلوة أوش اللوة يعني مثلا لما اتحاد الكورة أعلن أنه كابتن حسام حسن موديلا فناني لمنتخم مصر كلنا شجعنا وقالنا ربنا يا رب يكرمه واسم كبير في تاريخ كورة القدم المصرية بس احنا دايما بنقف عند فكرة ايه تعيين الموديل الفني الاسم بتاع الموديل الفني لمنتخم مصر ما منتكلمش بقى على حراك لسه ايه الوقت في كلمة واحدة بس فكرة التقطيط والمشروع والتفاصيل ما قبل اصلا اسم الموديل الفني المنتخم ده مهم جدا ودي من مسئوليات اتحاد الكورة ودلوقتي ربطة الاندية يعني كنت سامعك في الانترو ربطة الاندية بتقول عملوا شغل جامد ان عدد الجماهير زادت لا ليهم شغل كتير قوي اكتر من كده ده الشغل السهل اعداد جماهير تزيد ده انت متوقف على الامن جات لك موافقات امنية خلاص لأ انا عايز اشوف افقار جديدة لان كل من بيعمل فيه منظومة كورت القدم لازم كل شوية يبقى عنده نمرة واحد ابتقار يقول لنا على افكار احنا ما نعرفهاش ايوه مش بيبقى الشارع بيقول كلام والناس المسؤولة تيجي تعملوا يبقى هما لازمتهم ايه ايوه عايزين ابتقار وعايزين افكار جديدة اه يقول لك والله كانت تخيل جدارة النهاردة كان بيتكلم ان احنا عايزين افكار وحيات جديدة طب ايه يا كابتن خاري بقى ما تقول لنا انت ايه الافكار ما هو انت المسؤول لو انا المسؤول حقول صح كده بس هو للأسف انا ممكن اقول طبعا ايه في افكار كتيرة جدا اه وممكن اقولها بصورة عامة يريد يا كابتن خاري يعني ربطة الاندية هي مسؤولة عن مسابقة الدوري العام المصر ازاي انا افكر اخلي مسابقة الدوري دي مسابقة قوية سيبك من احنا ساعات في الاعلام بنقول الدوري قوي وبتاعه بس دي مش حقيقة يعني انا معلش يمكن انا ليالي رأيي في قصة دي لان لو الدوري بتاعنا قوي يبقى حتلاقي اللعيبة المختارة في منتخب مصر معظمها مثلا من عشر اندية احنا كل اللعيبة اللي بتمس المصر سواء اهل من اهلي زمالك محترفين من الخارج صحيح فيبقى الدوري ما بيفرس العيبة على مستوى عالي تديك امل ان هما ممكن يلعبوا ويمثلوا منتخب مصر دي نمرة واحد ازاي نفكر نخلي المسابقة قوية عشان نفكر نخلي المسابقة قوية لازم شكل المسابقة يتغير شكل المسابقة يتغير ازاي بقى يا كابتن خاريب بمعنى احنا دلوقتي الدوري بتاعنا اتناشر فريق بيصارع الهبوط صح صحيح هو ده الدوري الناد الاهلي بيكسب الدوري منظومة ماشية بشكل كويس منظمة من احسن اللي موجودين يعني مش هنقول احسن حاجة في كل حاجة لا احسن الموجودين بتكسب بالناد الاهلي بيكسب الدوري من بدري صح بقيت الدوري ايه اتناشر فريق بيصارع الهبوط احنا بنعمل دوري عشان نقعد نتفرج على فرق معظمها بتصارع على الهبوط في الاخر لغاية الاخر والمديل الفني اللي ماسك فرقة بيقعد في الدوري بيبقى عمل انجاز يعني شوف احنا معايير تقييمنا بياتعمل ازاي المدير فني عشان يقعد فرقته في الدوري الممتاز ما بيعملش حاجة غير انه هو ما يهبطش ده بنطلع انه هو عمل انجاز طيب انا انا كرابط الاندية انا حاول العب بعض رابط الاندية دلوقتي اقول لك كابتن خالد انا مفوض اعمل ايه عشان اخلي الدوري اخلي الفرق دي قوية تنافس ولا تصارع كل نادي ولو حرية في شراء اللاعبين في مشروعه في افكاره في استقراره انا انا بقى كدوري كرابط الاندية مفوض هعمل ايه ما انا بقولك ازاي اخلي الدوري بتاعي قوي انت حتجرجرني ان انا بقولك اعمل ايه ما هنا المشكلة عندنا دلوقتي في الاعلام انا بيتتحفص في كلامي لان لما بطلع اتكلم الاقي في برامج تانية ناس تانية تاخد الكلام والافكار وتقوله وتنسبه النفسية ودي عاجة مش كويسة طبعا مش كويسة كابتن خالد طبعا مش كويسة بس انا اعرف واسك من افكارك انه الهدف من الكلام ده ايه مصلحة مصر مصلحة الكرد بالظبط